انت حالك زي اللي اثنين صدموا بعض بالسيارة فنزلت اخذت عصى مش عاب من سيارتك يا محمد بن سلمان وقعد تضرب الكبوت والبزاز حق سيارة اللي وراك فتح الباب طلع صفقك 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 ألين قال بس تقولوا حالا نريد الهدنة توقف يا أخي أنت عروبي نحن نريد أن نتفاوض معكم ونتفاهم لا لا يصلح من هنا وضرب بالجنبية من هنا ما فكك هذا وضعك اللي حاصل هو الآن يبغى منك تعويضات مليارات الدولارات هذا أحد ملفات الفشل التي يخوضها محمد بن سلمان أنه دخل في حرب ولم يكن كفءا على إيقافة ولم يكن قادرا على الانتصار فيها يعني سالفت أنك تقول لهم أنت عروبي أجدكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هيمشي هو الآن يثبت لك والعالم أنه في موضع القوة محمد بن سلمان تعال تعال حبيبي أطلع استجواب قدام الشعب فين المليارات وديتها صفقات السلاح وينها خطط عسكرية ليش كذا الوضع وين خطتك في اليمن ايش مشروعك في اليمن أين الأهداف التي حققتها يا أخي أنت دخلت ونزلت بالمشعاب وتبت ضرب الرجال وكسرت قزاس سيارته وضربت الكبوت لما نزل صفقك ليش صفقك وأنت أقوى منه وكان معاك سلاح أحسن منه وعضلاتك المفروض أنها أكثر منه وقوتك أطول وأنت أطول وأعرض منه وعندك أموال أضعافه ليش كيف قادر هو لن يضربك وانت منت قادر تتوقف تتصدى لهذا هذا سؤال يطرح نفسه اليوم لما نيجي واحد أنا أسمع أكثر شيء واحد يقول أنتم خوانا 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 أنا بقبل أوكي قول الكلام ذا ماشي أنا أسألك سؤال أليس الخائن هو من أخذ أموال ومليارات وزارة الدفاع ولم يستطع أن يخرج جيش يستطيع أن يحقق أهدافه في اليمن لا نفعك لا جبت فرنسا جبت أمريكا جبت اليونان جبت الجن الأزرق جبت السينيغال جبت السودان جبت جنجوي تخل الإمارات معك وتم تجيب باكستان وتم تجيب فلان وتم تجيب علان وتم تجيب الجن الأزرق كله وأنت حاجز السؤال يطرح نفسه ليش أنت عاجز ليش ليش أنت عاجز حتى عن خلق جسد في اليمن معارض للجماعة اللي بحرف الحرب ليش أنت فاشل حتى في هذا ليش أنت رغم كل الإمكانيات الموجودة عندك لم تستطع أن تحقق شيء هذه مصيبة بدني أخواني حبايب قلبي في شيء مهم يعني سالفت إنه واحد يشتكيني ولا واحد يحتجي ولا واحد يخضب ولا واحد يسوي اجتماع من مش عارف إيش وإنه على أساس أني أنا ما أتكلم عن فلان ما حبايب قلبي هذا كلام هذا ما يصلح يعني ما إحنا ما نأخذ تعليمات وأوامر من أحد هذا كلام مهم جدا ولا عندي شيء اسمه خط أحمر فلان ما أنتقدوا دولة ما أنتقدها جهة ما أتكلم عليها بفضل الله سبحانه وتعالى الأشخاص الموجودين هنا محاضرين البث لا يوجد جهة إلا وتكلمنا فيها لا يوجد دولة إلا وتكلمنا فيها وبإذن الله سبحانه وتعالى لن يستطيع أحد يوقفنا الحديث عن أي دولة كل دولة من الدول التي تطرقنا لها في يومنا الأيام انتقدنا وتكلمنا وقلنا رغم أنه ممكن أحد يقول هذا خطأ سياسي لا تكثر صفحة الخصوم وكل من ناحية هذه اتفق معك لكن أنا لا أستطيع أن في يومنا الأيام يكون عندي مشروع مع إيران إيران لا ترى العرب شيئا ترى العرب مجرد توابع لها ترى العرب مجرد أذناب يجب أن تحكمهم وتسيطر عليهم وتحكم العراق وتحكم سوريا وتحكم لبنان وتريد أن تحكم اليمن شاءت الجماعة بحرف الحائم أبت هذا هو الوضع وهذا وضع مؤلم وحقيقي جدا الإيرانيين مستمرين في مشروعهم وحتى لو كان عندك خصم أو عندك شخص تراها عدو أو جهة لا تتوافق معها يجب عليك أن تعترف بالدورة الذي يقومون به يجب عليك أن تفهم أنه الإيرانيين عندهم مشروع مخطط عمل خطط يسيرون عليها باحترافية أما في الوقت الذي ما زلنا نحن نتكلم عن خطط مستقبلية وبالصلاح الداخل السعودي واصلاح مش عارف إيش وكويك فيكس ومش عارف إلى آخره من كلام ومن هياط شبع منه الناس الكثير والكثير الكثير الكثير واحد يقول لي هل تتوقع أن تكون حرب بين إسرائيل وإيران؟ لا ستستمر الوضع مناوشات لا يوجد قوة اليوم في العالم تريد أن تخوض حربا ضد إيران حرب بالوكالة ممكن تحرك لي فصائل ميليشيا جماعات ضغطة في سوريا في العراق في لبنان أجسام سياسية كذا كذا من باب خنق إيران؟ ممكن لكنك تخش في حرب ضدها أسكرين إذا كانت أمريكا انسحبت من أفغانستان لأنها تريد أن تركز على ملفات أخرى هل تتوقع أن أمريكا ستخوض حرب مرة أخرى ضد إيران؟ إيران ليست موجودة في إيران فقط إيران موجودة في العراق شوف حال العراق اليوم كيف لم تدخل إيران بلد إلا وأصابها البلاء والوباء والدمار والخرب هذا حال العراق اليوم واحد يقول لي أنت معارض الحكومة السعودية وكذا المفترض أنك أنا ما أقدر أني أكون معارض الحكومة السعودية وأرى جرائم إيران وأسكت عنها أنا ما أغش الناس أنا عندي مشكلة مع محمد بن سلمان مشكلة في سياسته مشكلة في إدارته ومشكلة شخصية لكنني لا أستطيع أن أكون في يوم من الأيام مع إيران بسبب الجرائم التي تقوم بها والانتهاكات هذا حال العراق هذا حال سوريا هذا حال لبنان هذا حال اليمن لا دول هذه مش دول عملاتها فين وصلت فين صارت شعبها إيش وضعه ناسها إيش حالهم الفقر فين مستشفياتها كيف بنيتها التحتية إيش هذه مصيبة مصيبة وكارثة أنا لا أتمنى في يوم من الأيام أن يكون أي شعب عربي يعيش تحت هذه الوطأة لكن بعض الناس يرغب بهذا بعض الناس يستفيد من هذا بعض الناس يمكن يظن أنه لميول معينة أو مسألة تخندوق أو مسألة مذهب أو مسألة ليس لي علاقة بهذا ما له علاقة الأمر ضي مذهب وإنما له علاقة بعمل سياسي ودور سياسي يقدم هذا الكلام الذي يجب أن يفهم أنا أعرف أن اليمنيين ممكن أن الوضع وصل الآن إلى مرحلة غضب وثأر وانتقام وأن السعودية فعلت لكن والله الذي لا إله إلا هو لن تقوم لليمن قائمة إذا كان هناك فصيل يسيطر ويكون هذا الفصيل تابع لإيران شيء تم أبيت هذه حقيقة وهذا الحال نشوف العراقيين اليوم وانظر للسوريين اليوم وانظر إلى أين وبكم صارت عملة العراق وبكم صارت عملة سوريا وانظر إلى حالة لا دولة موجودة في لبنان كل هذا بسبب تدخلات وتدخلات كبرى تقوم فيها إيران ورغم ذلك هم قوة في المنطقة لا يمكنك أن تتجاهلها وحقيقة لا يمكنك أن تذغافل عنها شيئت أم أبيت السؤال أنا أسأل سؤال هؤلاء القوم يسيرون بمخطط مشروع ترى ماذا أعددنا لهم خمسين حفلة لإليسا وعشرة حفلات لحمائي وخمسة حفلات لعمر دياب إيش المشروع اللي أنت قاعد تجهز بي إيش الهوية اللي قاعد تخلقها أو قاعد تصنعها أو إيش هو خط الدفاع الموجود اللي عندك بالشكشكة وبالطرب وباله ما حتحل شيء واحد ممكن يسمع أنت مويتو تطرف إنترهابي لا أنا برجع وقلت الكلام لا أنا أعرف الغناء أحسن منك وحضرت حفلات أكثر منك وأغني وصوتي حلم صوتك بس إيش المشروع اللي أنت قاعد تعده من أجل مقاومة تغيرات الحاصلة في المنطقة هذا موش مشروع هذا ليس بمشروع إني أنا بجي والآن قاعد أبطش بجماعات وأبطش بمطاوع وأبطش بإسلاميين وإصلاحيين وحقوقين ما عندك صف خط دفاع حقيقي يدافع عنك حتى الشعب اللي كان في يوم من الأيام جالس يطبل ويروج للرؤية وأنه بتحل الأمور وبتحل كذا كله الآن أو أغلبه الآن تحول إلى صخط أنا أعارض منذ سنوات طويلة جدا لم أجد في يوم من الأيام أن الشعب واصل لهذه المرحلة مرحلة الغضب والصخط ولم أجد في يوم من الأيام أن الشعب واصل لهذه المرحلة من الفقر والاحتياج وغير 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 يوجد ملايين من المواطنين جالس يعاني بسبب نقص خدمات أسأل الناس اللي قاعد تراقب وتشوف الأوضاع كيف أحوال الناس ومعيشتهم لما تجي تحاول تنكر هذه الحقيقة وتتكلم منه الناس كلهم تمام ولا الوضع كله أرسل لي شاب كان فاتح كافي في السعودية في مدينة ما قال لي يا عمر والله العظيم أني أعاني لا ليلي ليل ولا نهاري نهار لاني قادر أمشي عملي وما اضطر أني أقفل عملي وفي جهات تطالبني بديون والقوة الشرائية لم تعد كما كانت في السابق أنا عندي سؤال أريد أن أسأل أنا ما أملك أكثر من سؤال أطرح سؤال أو فكرة تكون للنقاش ممكن أحنا نركز على عاطلين الآن هذا وضعه أسوأ من العاطل والله يجزء من رسالة وقال لي يا عمر أنا اليوم أسوأ من العاطل قلت له ليش قال العاطل عايش ما ممكن يكون عليه دين بعشرات ومئات الألوف أنا عايش وحياتي الآن بدل ما أني أبدأ أأسس عملي ومشروعي واموري ويكون عندي مداخيل أنا اليوم مديون لألف جهة وجهة كل هذا